اهلا بيكم مرة تانية زي ما تركم ما ينفعش نتكلم تنمية بشرية بس لازم يكون معنا شخصية خاضة التجربة وازاي تقولها نبدأ الطريق وازاي نبدأ الأعمال الخيرية وازاي أكون سيدة أعمال نكحة في المجتمع رحبا معي بضفتي اللي منوراني في السيديو دالي دي السيدة دينا الحضري اهلا بيكي اهلا بيك يا عبا طيب في البداية احنا أنا كنت في الانترو بتكلم ما انه ازاي البنات تبدأ مشروعات حتى لو مشروعات صغيرة وتبدأ تكبرها وازاي تبقى سعيدة أعمال تنفع نفسها ويكون لها قيمة مرموقة في المجتمع فعايزة بقى حضرتك تقول لهم ازاي يبتدوا الطريق بس يا عبا انا شايفة ان كل ست لازم تكون عندها الكرير بتاحها وقفة على رجليها وحتى لو كانت ست بيت وعندها أطفال فده مش لازم يجي على ده فيك مقاومات معينة في الست حتى تقدر تبتدي مشروع وتشتغل او تشتغل في اي حاجة وتكون نجحة يعني من اهمها ان هي يكون عندها تنظيم في حياتها يكون عندها time management ازاي بتقدر توفق ما بين بيتها وولادها وشغلها وحياتها الاجتماعية وكل ده لو عندها الحتة دي هتفيدها كتير جدا تاني حاجة لازم يكون عندها إصرار على النجاح مش مهمة ان انا ابتدي حاجة وما نجحش فيها ما يقسش لازم اكمل وابتدي تاني وافكر في مشروع تاني واعمل حاجة تانية لازم يكون عندها إصرار وتتعود على انها تكون بني قدمة نجحة انا متعودتش ان انا اكون غير ان انا اكون في الطب الاحساس ده لو تخلق في بناتنا من وهم صغيرين من اول الدراسة للمذاكرة للرياضة لكل حاجة هيفضلوا طول عمرهم كده هي موضوع الدراسة ده طول ما الاهل بيقولوا بنت خالتك جابت اكبر منك في المجموعة ودي حصل دي افشل حاجة ممكن تحصل في تربية الولاد اي مقارنة ولو حتى بين الاخوات فده غلط كل طفل بتلاقيه قدامك عنده موهبة في حتة معينة لازم ادور عليها ولاقيها على فكرة مش شرط ان كل واحد يكون نجح في دراسته ممكن يكون نجح في حاجات تانية كتير وانا ليه تجربة في الحتة دي لان انا كنت بشتغل في مدرسة وكنت مسكة مدرسة واكتر حاجة كانت بتغير في الولاد انك تدخليهم في الانشطة دي فكان دايما الولاد اللي منهم شكوا كتير من المدرسين شاءة وما بيسمعوش الكلام ما بيعرفوش عضو في الفصل لما بتحطيهم في الاكتيفيتز دي في النشاط ده بيطلعوا كم من الطاقة وبتشوفي منهم نتيجة مزهلة مزهلة فعلا يعني يمكن دول بيبقوا أنجح ولاد في الانشطة دي وبالتالي فبتبتدي الشكاوي منهم تقل جدا بتكتشف فيهم حتة ما كانتش بين فده انا شايفة دي حاجة مهمة جدا لازم تتربى في الولاد من صغرهم من المدرسة ازاي يطلعوا بيحبوا يعملوا خدمة مجتمع ازاي بيطلعوا يعملوا خير بيغير في شخصيتهم في اتباعهم في كل حاجة وبيوصلهم للي حضرتك قلت سي انهم يبقوا بني عدمين نجحين في شغلهم سلم الحياة بيبتدي من البيت وبعدين المدرسة الكلية وممارسة الحياة المهنية ثم بيت جوزي دخلت بيت جوزي طيب وإحنا بنتكلم كده هتلاقي فيه كم سيدة بيتفرجوا علينا أو ربعوهم يعني لو ما كانش كلهم بيقولوا أنا نفسي أعمل اللي انتو بتقولوا عليه بس أنا عايش معايا شخص مكسر مما أدي فيه لا 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 ده بقى بصي شافت تقتها ولأ وانتي فشلة وإزاي ما تسمحش وتسيب الولاد لي مين ما تسمحش وتعميلي طيب فيش تعميلي حاجة أصلا مش هارفة إيه الشخصية الراجل تقوليله إيه والبنت تقوليلها إيه شوفي هقولك حاجة الراجل اللي بيعمل كده في مراته يبقى هو عنده نقص يبقى هو مش واثق من نفسه لأنه هو خايف إن هي تنجح أكتر منه لكن الراجل اللي بيحب مراته واثق في نفسه ده بالعكس ده بيشجحها عن نجاح في أي مجال نخليه ياثق في نفسه إزاي؟ يعني نعمله إيه عشان ياثق في نفسه؟ هو فيه طبعا دور على الست برضو إن هي لازم تحسسه بأهميته في حياتها في بيته مع ولاده تشركه معاها في كل حاجة تاخد رأيه في كل حاجة تحسسه إن هو جزء مهم منها لو عملت كده صدقيني بيبتدي هو يهدى فيبتدي يعوز إن هي كمان تكون نجحة وعندما هو المفروض يبقى فخور بمراته لأن نجاحها من نجاحه يعني أي ست نجحة لو ما فيش من جزء تشجيعه وجوه مناسب لنجاحها هي مش هتنجح طيب تقول لها إيه بقى لأي مثلاً واحد قادة في البيت كده هي عندها موهبة أو عندها مقاومات النجاح بس إيه عيدة الزقة الأولى نقول لها إيه لأ أقول لها إنها لازم تقوم وتقفى على رجليها وتشتغل وتنجح عايزة أقول لك حاجة الظروف اللي إحنا عايشين فيها في دنيتنا دي ما ينفعش إن أي بنت تقعد في البيت كده يعني محدش ضمن بكرة بصراحة محدش ضمن الدنيا فيها إيه لازم كل بنت تبقى وقفى على رجليها وإرشاف إيدها وبتشتغل ونجحة وعندها شخصية ده بيساعدها في تربية ولادها كمان لأن لما الست بتبقى نجحة بتحب تطلع ولادها نجعين فتلاقي جيل وراء جيل النجاح ده بيتورس لكن لو هي قاعدة في البيت فشلة ما عنداش أي أهداف ما بتعملش حاجة ما بيهماش تهتمش إنها تطلع رياضيين كويسين ما بتهتمش وأنا عايز أقول لك حاجة اللي بتنجح ممكن تنجح من بيتها مش لازم تنزل ممكن تبتدي صناعة صغيرة في بيتها موهبة صغيرة تنميها وتشتغل وهي قاعدة في البيت مع ولادها اللي مش هتأثر في حاجة وحتنجح طيب اتباعاً للمدرسة الواقعية بتاعة الحياة المهنية يعني أنا أسفة في اللي أنا هقوله بس التوظيف مش هيعمل مني سيدة أعمال لا أكيد لا طول ما أنا موظفة وبشتغل من 8 ل 2 دهر أنا مش هعمل حاجة صح؟ نحلها ازاي؟ ممكن يكون إلى جانب ايه شو فيه هقولك فيه ستات بتبقى محتاجة ان يبقى فيه دخل سابت داخلها كل شهر فأنا ما بقولهاش لا خليكي في شغلك زبطي فيه اللي هو الأمان الأمان بالزبط ايه محتاجة الدخل ده كل شهر احنا مش هندحك على بعض طب وفترة بعد الدهر انت سيب تعملي ايه؟ بأكل الولاد لا تقدري معاشاً كده أول حاجة قلتها لك ايه؟ تنظيم الوقت وحوديهم تمرنهم وحزك اللوم وحشتغل وحنجها وتقدر تشتغل في حاجات كتير من البيت طيب بعد مثلاً يعني برغم ان فيه بينات كتير ما بتحبش تطبق الكلام ده وبتبقى عايزة اللي ياخدها من ايديها ويغير لها حياتها ويحطها على أول الطريق إلا ان انا برضو دايماً بيكون عندي ثقة وعندي أمل وتفاؤل ان فيه شريحة بتنفذ الكلام اللي احنا بنقوله طيب بعد بقى ما توصل لمرحلة معينة يعني خلاص هي كده ايه نكحت او عملت حاجة انا انتي في اللي انا بديه مش في اللي انا باخده مظبوط طيب يبقى الاعمال الخيرية والعمل العام وان انا فرح الناس وان انا بفك مشكلة عن حد او ان انا بعمل حاجة دي حاجة بتحسسني بقيمة العطاء الحقيقية طيب حضرتك سيدة الموضوع ده احكي لي بقى من الاول الموضوع جيه ازاي وايه المبادرات اللي حضرتك عملتها بصي انا بدأت الموضوع ده من وانا في المدرسة انا تربيت في بيت وفي مدرسة شجعوني كتير على كده انا اهلي من طول عمرهم بيدخلوا في الجامعيات الخيرية وبيشتغلوا فيها وانا كنت متربية في مدرسة رهباط ده كان جزء مهم جدا عندنا في المدرسة فكنت في الكشافة وكنا بنشتغل كده من وحنا صغيرين ونعمل بزرات ونجيب هدايا ونجيب حاجات ونروح ملاجئ فتربى جوايا حب ان انا اعمل الشغل ده واشتغل واخدم المجتمع من وانا صغير لما بدأت اكبر شوية تجوزت وخلفت بدأت ادخل نوادي الانيرويل مع مامتي ومع خلتي بدأت ادخل جامعيات كتير دخلت جامعيات خيرية كتير جدا في البلد سمحيلي اقول انت تيتا انا تيتا عندي اربع احفاد طيب احنا قدامنا مثال ناجح سيدة اعمال نكحة واسريا نكحة واطفال واحفاد ماشاء الله ماشاء الله بس لما دخلت الجامعيات دي بدأت وانشأت نادي معين يعني كان باسمي وكان كله شابات احنا بدأنا كلنا شباب لان انا اول ما دخل دخلت مع الكبار تعلمت منه مخط خبرة لمدة سنة وبعدين عملت النادي بتاعنا واحنا صغيرين وكملت فيه وبعدين كنت دايما دايما اللي بحب اعلمانه انا اربط شغلي بدأ بما اني كنت في مجال مدرسة وشباب واطفال وصغيرين كنت بحب قوي اربطه باللي انا بعمله فكنت دايما بشجحهم ان هما انا بدأت الكميونيتي سورفز دي في المدرسة عندنا كنت اول واحدة بابتديها بدأت اشغل الولاد معايا كنا في رمضان نعمل شنط رمضان قد كده وننزل بطاطين عالشتا وننزل اخد الولاد واديهم ملاجئ لدرجة ان هما من كتر محبه ابتدوا يطلعوا من مصرفهم ويكفلوا ايتام في الملجأ فبقى كل واحد فيهم عنده طفل يتيم هو بيكفل وبعدين ابتدى الاهالي يتبسطوا من اللي احنا بنعمله فابتدوا الاهالي يشتركوا معنا فابتدوا ينزلوا يوزعوا معنا في رمضان ويوزعوا معنا في البطاطين لدرجة ان انا كان بيجي سنين الولاد دي حبيبي كانوا بيشتغلوا وشنط دي لغاية اخر يوم رمضان من كنت ما بيجي لهم تبرعات مش ملحقين انهم ينزلوا يوزعوا وكملت معاهم وفيه ولاد دخلوا الجامعات وفيه الجامعة دي كانت بريفلج بالنسبة لهم انهم مسكوا الحاجات دي وكلنا في الاخر وصلنا نعمل مفيش طالب يتخرج غير لما يكمل 75 ساعة كوميونيتي سورفز في المدرسة فطبعا كانت بتفرق معاهم كتير جدا مع ولادي كنت بطبق نفس الحكاية بصي هي بتبقى عادة وبتبقى سعادة ده اللي احنا بقى عايزين يقوله يعني هي سعادة لما تحسي دحكة في وش حد كان تعبان وساعدتي قدرت يتوفري له علاج قدرت يتغاري حياته السنة دي احنا بنقود حملة التغيير التغيير الشعار بتاعنا اللي هو ليد تشينج اللي هو قود التغيير فكان هدفي هدفي ان انا اغير حياة ناس انا مش عايزة سعاد بفلوس مش عايزة اوزع بطنية مش عايزة اودي شنطة في رمضان انا عايزة اخلي كل واحد فيهم عنده مصدر دخل ازاي بقى؟ يعني مثلا من اسبوعين ثلاثة بدأنا ان احنا في شاب في سنوية عامة بس مش قادر يدفع الدروس بتاعته واهله حالتهم متعسرة فجبناله عجلة انه يقدر يشتغل في الوقت اللي هو فاضي فيه هيطلع له منه فلوس يصرف على دروسه لو ما تدينيش سمكة تديني سنارة علمني اصداد عندنا لسيدات فيه حاجة حلوة قوي في اسكندرية اسمها تدريب مصر دول سيدات فيه اخت فاضلة وصديقة لي متبنياهم وعملالهم ورش تدريب يتعلموا نجارة وخياطة وحاجات كتير جدا بس عندهم مشكلة في التسويق بالذات الفترة اللي فاتت طبعا كان عندنا كورونا وكده كان صعب جدا هي الحقيقة بتعملهم بزار كل شهر بس كل ده كان واقف بسبب الكورونا فبدأت من خلال شغلي ان انا اعمل لهم بزارات وانزلهم فيها معايا فور فري باخدش منهم اي حاجة بسبيل انهم يسوقوا منتجاتهم ويوسعوها الحقيقة ده فخر لنا ان فيه سيدات من بيتها بتنزل وستات كبار بيتعلموا صنعة جديدة ويبقوا عايزين يشتغلوا ويبقا لهم اراد انا كنت فخورة بهم جدا صنعة حرفة مضبوط طب احنا احنا معنا فيديو وبردو بيأكد كلامك خلينشوف الفيديو ونرجع مرة تا انا مدايبة المضبط طب اراد ادريبا مضبط طب ادريبا مضبط طب اراد الهدوية اللي هي احنا مش هديه حاجة تبقى صعبة ونعلم من ايه السبتات مهنة النجارة احنا بس بس بنضرب على مهنة النجارة احنا بندرب على التطريز على الكروشي وعلى الكروكور وعلى الخياطة على كل ده فأصبح أنه نهاردة بنضرب ستات وناس كتيرة مش عارفة تسوأ شغلها بصراحة أستاذ دينا الحضاري احنا نشكرها جدا 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 لأن طبعا مددتنا ببزارات كتيرة اتعاونت معنا انه احنا وفرت لنا بزارات كتيرة لأنه طبعا البزار بيبقى الترابيزة فيه سعرها مكلف جدا وغالي فبالتالي احنا ما بنقداش لأن دي كلها أسر منتجة ما بنقداش ندفع تمن الترابيزة فهي بتمدنا بصراحة بالترابيزة بدون مقابل مساعدة مع الأسر المنتجة اللي هي بتقدر مثلا ستة تغول بيتها ومن خلال المعرض ده بيبقى ليها منفذ بيع فزي احنا هنا سلوة معاها 15 في 6 سلوة احنا دربناها على النجرة والنهاردة بتقوم بالأعمال الحرفية كلها وده منتجها وده كده منتجاتها فهي بتقوم بالأعمال الحرفية وبتعلم 15 في 6 معاها بس للأسف هما النهاردة مش موجودين فطبعا يعني ما عندهاش منفذ بيع فبالتالي عايدة معارضة طبعا أستاذة دينا الحضر بتقوم معانا بدور كبير جدا 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 فمساعدة انها توفر بزرات ودي حاجة مهمة جدا أهم حاجة أهم حاجة ان احنا النهاردة أنا لو علمت حد زي كده محوش عارف يسوأ فبالتالي هيوقف أو لو مثلا هيشارك في البزارات في البزار التربيزة بمبلغ مبلغ فيه جدا فبالتالي حمش هنيقدر مش هي مش هتقدر إن هي تأخذ تربيزة فبتمدنا بصراحة بيها شكرا جدا 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 لأستاذة دينا الحضر إن هي بتمدنا وإن شاء الله في تعاون بعد كده وإن هي برضو وعبتنا إن هي حتوفر لنا بزرات كتير وطبعا أمشكورها جدا جدا عادي كل حاجة من يوصل لدينا طبعا أنا بشكورك مدام دينا جدا لأن أنا برضو كانت نزلتيني يبدو كده تمعارض معاك لأن كنا في الساحل طبعا أنا هنا المسؤولة عن 15 سبت لأن أنا اللي بنزل فأنا صراحة بشكرك إن أنت نزلتيني وما دفعتينيش تمال التربيزة وكمان 15 ستة هم كمان بيشكروك جدا لأن كنت بتأميل معنا حاجة زي كده إن أنت تستاعديني طبعا بنشكركم وبنشكر مبادرة تدريب مرأة كنت مرة قرأت مقالة سازجة كده كنت بتتكلم عن مش عارفة واحدة بتقول إن قد إيه المرأة مش زي الراجل في حاجات كتير فكت بتقول مطلوب سيدة نجار حريمي وسباك حريمي أهو أدي موجود أهو مش عايب أبدا إن تتعلمي حرفة ما بيعملهاش غير الرجالة وصد إن أنت بتجيب يقوط يومك بدراعك ومتحتاجيش ولا تزلي نفسك لحال الزبط كده الست كفيلة إنها تنجح في أي حاجة هي بتعمل ويمكن أكتر من الرجل إزاي بقى عجبتني الجملة بصي الست أنا بشوف إن عندها قدرة تحمل أكتر من الراجل بكتير بدليل إنها بتنزل تشتغل الصبح وترجع وتشوف بتها وتطبخ وتأكل وتروح تمرين وتذاكر وتشتغل شغل إضافي كل ده الراجل ما بيقدرش يعمل كده الراجل مجالد ما بيروح شغل وبيرجع عايز يأكل ينام يرتاح خلص كده وشاف إنه هو بس الراجل بيعمل لها التوازن نفسي يعني هي مش تقدر تعمل كل ده إلا لما تكون مرتاحة نفسها أنا معها راجل أكيد مرتاحة في حياتها في تشجيع في مشاركة في المسئوليات طبعا أكيد بس هي عندها قوة تحمل وعندها إرادة طبعا يعني ويمكن عشان الكلام اللي أنت قلت بيبقى عندها إصرار إنها تثبت نفسها صح صح إحنا كمان أنا يعني أهدف البرنامج ده إن كل سيدة تحس بقيمتها الحقيقة اللي تخلقت عشانها وتحس بنفسك وتعملي كل اللي أنت عايزاه بملاي يخلي بشارع الله طبعا طبعا وتوصلي لكل المقامات وبدون تأثير في بيتها أو في ولادها أو في أي حاجة يعني أنا بالنسبة لي دي نمبر وان إنها تكون أم نكحة تكون ست بيت نكحة زوجة نكحة ده حاجة مهمة جدا طب بالنسبة للشخصية اللي ما بترداش تتجوز زي حالتي كده عشان خاطر عايزة تنجح وتوصل لكل أهدافها الأول على فكرة ده لا يتعارض مع ده أبدا أنت ممكن تنجحي وتحققي ذاتك وتحققي نجاحك كله وانت متجوزة وعند كل يدك وبيتك ومسؤوليتك وكل حاجة ما فيش حاجة تمنع أبدا هي الناس مختلفة طيب كلمية بقى عن باقي المبادرات اللي حضرتك عملتها يعني فيما يخص العمل العام والأمال الخيرية بصي أنا بحب قوي مثلا المسنين أه بحب أشتغل معهم جدا فأنا في مجلس إدارة في جامعية تانية بتاعت بنارع عندنا در مسنين بنارعها فروم ايه توزاد يعني بمشاكلهم بحياتهم بكل حاجة بحبهم جدا يعني عارفة لما بتروح تتعاملي معهم وتتعلقي بهم وبعدين بعد الشر حد منهم بقى بيتوفى بيبقى يعني حاجة صعبة جدا بتتعلقي بهم والأطفال والأطفال طبعا ده بصي الأطفال دول حاجة تانية بقى لما بتشوفيهم قدامك بقى عارفة مجرد انك تحسي ان انتي أسرتي ولا واحد في المية في حياة طفل دي سعادة لا توصف طبعا يا سعادة لا توصف وإحنا برضو عايزين نقول له كل أسرة في مصر ازرعوا جوة أولادكم عمل الخير لأنك عارفة مرة جالي كاينز كده جديدة وانا بحب الحاجة هي حاجة طفها بس بحبها قوي يعني فوانا وانا ماشي واحد ماشيين في الشارع فوزعتها على الناس كلها كل اللي كان محتاج يعني اديته فأمامتي بتقول لي هو انتي يا منتي مش كنت مبسوطة بالفلوس دي وقلت انا بحبهم بخليهم معايا فردت عليها وقلت لها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوني حتى لو كانت حاجة بسيطة حتى لو كانت حاجة ما لهاش قيمة كبيرة إلا الحاجة اللي بحبها أهادي بها غيري ربنا بيراضيني قوي قوي وقتها في ناس كتير لازم تفهم الموضوع ده وان الصدقة طريق ماروش آخر والأعمال خيرية ولا ما تلاقي قدامك مبسوط واصلا احنا بنحب نعمل الكلام ده حضرتك عارفة طبعا من زمان من وانا صغيرة بيبقى عندي اشتياق ان انا نشوف عين فرحانة حد قلبه مجبور دي كفاية دي بتنامي بالليل وانتي سعيدة حقيقي وبعدين عايز اقولك حاجة احنا للأسف عندنا جيل طالع شوية متضلعة الحياة بالنسبة لهم البلاي ستيشن واللعب عندهم رفاهية يعني يمكن ما كانتش موجودة على أيامنا الولاد دولزم ينزلوا ويشوفوا ويشوفوا الناس التانية عايشة ازاي ويشوفوا المحتاجين ويشوفوا اللي ما عندوش الابشن ده وما عندوش الرفاهية دي عايش ازاي وازاي قدر يساعدوا يعني لعبوا اللي ما بقاش يلعب بيها شجعوهم انهم ينزلوا يدوها لحد تاني شنط المدارس اللي بتبقى اخر السنة بتترمي وياه جديدة نزلوهم يدوها لحد حاجات كتير قوي احنا ممكن نعلمها لولادنا من غير ما يحسوا يعني لفتاة صغنانة كده بتكبر معاهم لما يكبر صح الحاجات دي بتغزي الروح وبتخلي الإنسان معطاء جدا وحاسس بقيمة الحياة وحاسس بقيمة غيره وما بيشوفش حد أقل منه ما بيبقاش أناني وما بيبقاش متكبر وما بيبقاش متكبر طبعا يعني انا دايما بقول ان الشخص المتكبر ده شخص فاضي ده محدش بيحبه بس كلمني بقى المبادرات بالتفصيل اللي عملتها مع الأطفال بصي في المدرسة زي ما قلت لحضرتك أن أنا علمتهم إزاي ننزل وبما أني أنا كنت مسكى نادي إنرويل بره فعملت للولاد في المدرسة حاجة اسمها نادي انتوراكت الانتوراكت ده زي الكبار بالزبط كان له رئيس ومجلس إدارة وكله منهم بجدك الأفكار دي منين الممارسة بقى طول عمر طيب إحنا معينا صور الصورة دي كانت إيه دول الولاد وهم بيعملوا شنط رمضان كان بيجي لنا تبرعات من برة من سواء معارفي أو الأهالي أو نشاطات الأولاد بيعملوها مثلا يعملوا حاجات ويبيعوها في المدرسة عشان يلموا الفلوس ويجيبوا الأكل ده ويعملوا شنط رمضان وكانوا بينزلوا هما بنفسهم يوزعوها طول أهام رمضان دول الأطفال اللي تعملوهم الانتوراكت وردوا الناس تانية الانتوراكت وكان أي تلميذ بيحب يشترك معنا من المدرسة كان بيدخل معنا كان بيدخل طيب هم هنا كانوا بيروحوا لحد بيوت الناس ويددوهم بيروحوا لغاية بيوت الناس بينزلوا في الأحياء ويروحوا لغاية عندهم ويودوا لهم الحاجة لغاية عندهم وكنا بنعمل حاجة حلوة قوي الولاد كانوا بيحبوها جدا يمكن مفيش صور لها هنا كان كل سنة بنعمل يوم لليتيم في المدرسة بنجيب حوالي 100 طفل يتيم وبنجيب له لعب وأكله هدايا ونعمل له حفلة وهما الولاد اللي بيقوموا بكل حاجة ما كناش بنعمل إحنا الكبار حاجة كنا بنسيبهم هما التنظيم بتاعهم اليوم اللي لعبوا مع الأطفال يتولوهم كل حاجة هما كانوا بيعملوا لا تتخيالي السعادة اللي كانوا بيبقوا فيها طبعا السعادة اللي وصف لها ولازم كل الأسر تعمل كده ويزرعوا جوة أولادهم والمدارس الحب والخير والمدارس مهمة قوي والله بحس إن السورس في البيت والله اللي اتنين مع بعض يعني شخصية الأم والأبر يمكن الطفل بيقضي وقت في المدرسة أكتر ما بيقضي في البيت وكون إن المدرسة تشجع على حاجة زي دي فهي مش بس بتعلمه الخير هي بتخلق له شخصية بتكون شخصيته صح هو الحاجات دي مهمة جدا والحقيقة جربوا إنتوا كمعني يعني اللي ما جربش إنه ينزل يفرح حد جرب كده بيعمل أي حاجة وخد أي كيش شبسي وخد أي جنيه انزل في الشارع انزل حد محتاج شوفوا هيبصي لك إزاي أنا بداي قوي 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 من الناس إلا مثلا بيجي حد محتاج مثلا جنب العربية كده ولا حاجة بيعمل نفسه مش شايفه يعني كأنه حاجة حاجة مش موجودة لا قوله الله يوسع عليك الله يوزعك ممكن أقوله كلمة بس مش لازم أتديله بس ممكن أقوله كلمة بس أو أشجعه أنه بدل ما تمدي إيدك انزل اشتغل أنا محدش بيجي البرنامج كده ويمشي كده إلا ما نستغله فإحنا إتباعا للمبادرة الأخية اللي حضرتك عملتها بتاعة التغيير أيوه تقولي أنتي ولا أقول أنا عن مفاجأة أقولي اللي أنت عايزة أقولي اللي أنت عايزة طيب إحنا يا جماعة أستاذة دينا الحضري شاكرة قالت لي أن إحنا ممكن نستقبل أي حالة موجودة عندها طلب إحنا لها الطلب اللي هي عايزة مضبوط فتقدروا تبعطلنا على صفحة المحور تيفي أو الصفحة الرسمية الخاصة بها هي بس زيادة على الفاسبوك يبعطلنا رسالة لشخص محتاج حاجة معينة وفي سرية تمة هنحقق لكم كل اللي أنت عايزينه مضبوط طيب اللي عايز يوصلك بقى يعمل إيه ممكن من خلالك حضرتك يبعطي لي أي حاجة منهم هم عايزينها وأنا أتواصل معاهم على طول ديريكت وأنا يعني مستعدة أساعد أي حد محتاج لأي مساعدة وأي تغيير في حياته أنا موجودة هي دي ستات مصر وهي دي اللي دي المين بتاع البرنامج بتاعي اللي أنا ببقى فخورة بيها جدا قدوة لطيفة وتشرفت بوجودك ويا رب يكتر من أمثالك فعلا ربنا يخليك وحقيقي لو كان كل سيدات العالم بالأخلاق والمنظر والتصرفات دي يمكن كان بقى حالنا أحسن من كده بكتير والله أنا نسا كنت بفكر يا هيبة إن إحنا لو كل أسرة أو كل بيت أو كل ست تتولى تغيير بني آدم واحد في المجتمع تأكد إن إحنا مش هيبقى عندنا أي حاجة وحشة في مجتمعنا بشكرك جدا الوقت معاكي عادة بسرعة أنا فخورة بيكي ومبسوطة أن أنت كنت معايا النهاردة وأنا سعيدة بوجودي معاكي بشكرك قوي سيدة الأعمال الجميلة دينا الحضري سيدة المشاهدين لسا نكملين معاكم فاكرات داليدي وعندي مفاجأة جميلة أوي الفاكرة الجاية استنوني بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر